معايا دلوقتي للكلام على كولر واحد من الأسماء اللي نعتز بيها جداً موجود معنا لأول مرة يقول لنا كلام عظيم جداً عن مرسل كولر ايه الجماهيري النادي الأهلي ممكن تتوقعه من هذا المدرب زميل العزيز والصديق العزيز محمود شاكر يتكلم معنا فنياً عن كولر محمود مشرف ومنور سعيد جداً متواجدك معايا لأول مرسل محمود يا كريم مسأل فل عليكم مسأل فل عليكم مسأل فل علي جميع المشاهدين ومبسوط وسعيد اكيدنا انا اكون اول مرة معك انا اسعد جداً اخبرك ايه؟ الحمد لله كلام كولر متفائل بيه شايف انه جميع النادي الأهلي تتفائل بيه شايف انه مدرب ممكن يبع عنده قصة حاللوقتي بنتكلم في مدرب ممكن جميع المصري ايه ما شافتوش مدربش في مصر وفي الوطن عارفة ممكن يكون هو سي في محترم اسم كبير ولكن الله واعلم بمجرد اعلان تعاقد النادي الأهلي مع مارسل كولر قبل القرار بترحيب كبير جداً من جمهيري النادي الأهلي لانه كان جاي راجل مختلف شوية عن سوارش اللي ما كانش ليه سي فيه كبير فالناس ما كانتش متفائلة قوي بالسوارش ولكن الموضوع مختلف مع مارسل كولر كلنا عارفين يا كريم اكيد ان الضغط في الاهلي او الزمالك او ان انت تمسك الاهلي او الزمالك مش سهل خالص ولكن الراجل ده خد بطولات مع بازل وخد بطولات كتيرة وطلع من الدور الدرجة التانية الدور الدرجة الأولى في ألمانيا وراجل ليس فيه محترم جداً جداً فهو اكيد متعود على الضغطات ومتعود على الحاجات النفسية الصعبة اللي بتقابلها في المصات التويج وفي البطولات اكيد وخصوصاً المصات النهائية المشكلة عندنا الراجل جاي اول ما جاي طبعاً هو عنده مشكلة انه ما عندهش رؤية واسعة للعيبة لان الراجل لما يبص على الاخر عشر او خمستاشر مباراة لأن النادي الأهلي كان تقريباً السكواد كله ما بلعبش تقريباً من نص الدور التاني النادي الأهلي ما بلعبش بالسكواد الرئيسي ولا الفول تيم من تقريباً من مبارات الوداد ومن قبل مبارات الوداد لان الراجل لما راجع لأناس كتيرة جداً مصابة فالراجل لما افعل على نفسه وعمل معسكر عشان يبقى عنده رؤية واسعة كتيرة جداً وخصوصاً ان احنا مفيش حد في مصر لغاية دلوقتي قادر يخترق او قادر يعرف بالزبط الشكل اللي عليه النادي الأهلي الراجل لعب مباراتين ولكن احنا اخترقنا شوية اخترقنا شوية احنا شوفتك بصنا شوية عاجات قال انا في لعب مهما 10 الراجل ده لما نرجع الي اخر حقبة تدريبية كان موجود فيها كان في بازل لو شوف الحصولات Ruth比يلعب زيالي هالراجل ده بيلعب terrific طرية 423 و sabemos 7 مباريات فقط لعبها 442 1. ولعب مباراة واحدة لكل من 4-1. 4-1. ثلاثة 4-3. أربعة 3-3. ده مع بازل. ده مع بازل. ده لاغشنات برضه جماعة لو جاهزة معنا. فضل. زي ما قلنا هو لعب تقريبا أكثر من 95% من مبارياته بطريقة 4-2-3-1. ولعب 7 مباريات 4-2 مباراة واحدة فقط كانت للتي meer 3-4-3. وبرضو 4-1-4-1. فالاجمال يكونه 4-2-31. اه. وتبعا الاختراقات اللي عفلتها الناس كلها بتتكلم أن الراجل بيلعب 4-2-3-1. طيب إيه ملامح الراجل أو إيه مميزات الراجل الفنية أو لطريقة اللي ممكن يتلعب بها؟ الراجل ممكن يتميز في 4 أو 5 حاجات. الحاجة الأولانية منها هو الاعتماد بشكل كبير جداً جداً على الأطراف سواء هجومياً أو دفاعياً. الراجل في الهجومي ما بيحبش أن الأطراف تطلع دايماً على الخط بالعكس. وبيحب دايماً اللعيب يلعب لو يلعب وينج رايت يلعب برجليه أنه هو يكون أشهر عشان يضم لجوه ويدخل لجوه عشان يقدر يشوت أو أنه هو يطلع الباك وبرضه فيه أدوار كبيرة جداً للباكات معه. الحاجة الثانية يعني الراجل ده بيحب الاستحواز وبيحب على طول الكرة تبقى معه. الحاجة الثالثة أن الراجل ده متميز جداً 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 كريم في الترانزيشنز وبرضه كمان التحولات الدفاعية للهجومية. الراجل برضه في الحالة الدفاعية لما بيتلعب عليها أو لما بيتضغط وبيتلعب وبيدر يعمل كومباكت راجل بيحاول طريقته لأربعة خمسة واحد وبيعمل ستريتش للملعب خالص والأجنحة زي ما كان لها أدوار هجومية بيبقى لها أدوار شحولة. شفت كمين تقولوا تقولوا؟ فهمنا بقى ترجموا. أشرح لك الأول لو احنا نتكلم عن طريقة الدفاعية بتاعت مارس الكولر و احنا بنتكلم و نقول أن الراجل ده بيتمايز جداً أنه هو دايماً بيحب أنه يكون الأطراف لها تواجد جداً تواجد دفاعي. فإحنا لو قلنا هذه الأربعة اللي بلعبوا مثلاً لو قلنا علي معلول وياسر إبراهيم و عندنا هنا مثلاً محمد عبد المنعم و أكرم توفيق أو محمد هاني سواء كان اللي جاهز إن شاء الله و أكرم يكون يرجع بالسلام. بعد كده الطريقة بتتحول لأربعة خمسة واحد هو الراجل بيعمل كده بيبقى الراجل ده بيضغط على الاتنين ستوبر بتوع الفريق المقابل والناس دي بتعمل كلها ستارة وبتعمل ستريتش الملعب عشان خطر يبقى عامل دابل بالزبط هنا دابل كده مع بعض للعيبة اتنين مع بعض في الجبهة اليمين والعيبة اتنين مع بعض في الجبهة الشمال بحيث أن يبقى في زيادة عددية في الجبهة اليمين وفي الجبهة الشمال. تمام عاوزين نشوف برضو بالحالات الكلام ده برضو نشوفه بالحالات ممكن نشوف الحالة الأولانية برضو طيب ده احنا كنا تكلمنا قبل ما هما بيجهزوا الحالات احنا كنا تكلمنا هنا عن الحالة الدفاعية احنا بنتكلم إن الراجل ده عنده ماشي. دلوقتي هنا كريم بنكلم بنقول دلوقتي إن الراجل ده بيعتمد أكتر على الأجنحة إن الأجنحة بتخش بتضم جوه الملعب علشان بيتكات انسايد أو إن هي بتلعب الكورة بره للباك. هنا بنشوف الكورة دي مثلا ده كان مباراة احنا طبعا للأسف يا كريم مش لقيين مبارايات كتيرة للراجل بقى له سنتين ما مرانش وبرضو الداتا بتاعة بازل وفرانكفورت الحاجات اللي كلها بقيت شوية بزر. اللي أول بس أقولي ده مين وده مين. تمام ده ده واحد ده بازل بيلاعب فرانكفورت. لا أنا أسألك أنا أسألك من اللي عليه الدائرة ومن اللي عنده السامية ده مركزه إيه وده مركزه إيه. ستوكر وده شاكا اللي بيلعب باك رايت ده كانت في بازل المباراة دي كانت من سنتين في دولو 16 في اليوروبا ليه. المباراة دي كانت في ألمانيا كانت على طول بعد الكورونا في دولو 16 وقدر بازل إنه هو يكسبها التلاتة صفر. أنا جبت المباراة دي إنه من أبرز وأقوى المباراة اللي مرسل كولر لهاب عليها وممكن نقدر يا كريم إنه إحنا نطلع منها حاجة نشوف هل النادي الآلي أو النادي الآلي ممكن يطبق الكلام ده إزاي ومين اللعيب اللي عندها المقاومات اللي ممكن هيتامل الكلام ده. ده ده الباك رايت؟ ده الجناح ولا المهاجم؟ ده 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 وينج رايت ستوكر بذبط. ده الجناح اللي هو بالتلاتة بلعبه قدام بلعب وينج رايت. الكورة اطلعبت له, نشوف الصورة اللي بعدها عاوز بص يا كريم الراجل أول ما استلم الكورة بنشوف البيك رايت على طول عاوز يتحرك في ضهر باك بالضبط. خاصة كلها إن الراجل الوينج رايت عاوز يأخذ البيك ويدم الجوه بحيث إنه هو يستخدم عدلة رجليه أو إنه هو يطلع على باكرا. نشوف الصورة اللي بعدها هنلاقي ان الراجل دخل لجوه بص يا كريمي للمساحة والمسافة الكبيرة جدا جدا في ظهر الباك والراجل برغم كده برضو ما بصاش ستوكر ولعب الكرة شوف الصورة اللي بعدها ولكن بتطلع برا هو خد الباك ليفت بتاع المنافس خد الباك ليفت رايح الواحدة هو عنده مساحة ما شاء الله نزبط كده فاضية جدا بس هو خد الكرار وشاط من نفسه نشوف بقى الحلقة اللي بعدها نفس المنطق اللي أنا بكلمك عليه الراجل استوكر لعب الكرة على طول الباك رايت بتاع بازل وقام داخل لجوه في المساحة نشوف الكرة اللي بعدها عاوز أكلمك في حاجة تانية بص يا كريم المساحة دي كلها هو اللي عاوز يخلقها وعاوز يخلق المساحة الفاضية للعيب الباك رايت بحيث أن أنا بقولك هو الاعتماده أكتر هو مش عاوز الوينج يطلع على الخط بالعكس هو عاوز الباك زي ما بنقول هنا يعني لو قلنا الطريقة دي هنا قادي الفرود ودي التلاتة بتوع نص الملعب ودي الاتنين بتوع نص الملعب ودي تمام احنا عندنا هنا الطريقة طبعا في الهجوم بتتحول أربعة اتنين تلاتة واحدة اللي راح نتكلم عليها كريم هي الجزئية دي هنا الوينج رايت اللي ممكن يكون برونو سافيو الراجل هيجي هنا هيقابل على طول الباك الراجل مش هيطلع على الخط ويعمل سريتش الملعب لا الراجل هياخد الكورة ودي هتبقى ميزة مارس الكورن هو العاوز الوينج ليفت والوينج رايت اللي اتنين يلعبوا على عكس عدلتهم بحيث ان هو يخش يبقى عنده الابشن الاولاني ان هو يسدد على مرمى والابشن التاني يعني انا يا كريم اول ما الراجل ييجي يسحب هنا يسحب معا المساك هنشوف المساحة دي كلها فالراجل يقدر ان هو يطلع الراجل عشان يعمل الكروس وفي نفس الوقت او هو يخش جوه يدوم في بقى حاجة عاوز اتكلم عليها وهي الزيادة العددية اللي بيتميز بيها مارس الكولر في الفرق اللي هو مساكة هو الراجل لما بيعمل الدابل باص اللي بيحصل ما بين الباك والوينج الباك الوينج العكسي الناحية التانية بيخش على طول مع اللعيب الفيرود وفي نفس الكلام واحد سوري عفوا واحد من الاثنين من طوع نص المرعب بيزيد معاهم بيعمل زيادة عددية تلاتة جوه بالزبط كده وفيه واحد بيستنى الكورة التانية علشان خاطر يقدر يعمل التزديد وفيه واحد بيبواقف في امان هنا علشان خاطر يلم اي كورة لو حصلت في الحتتين دول نشوف هنا برضو يا كريم بالحالات نشوف الاوفر بعد ما تلعب يلا نشوف الصورة اللي بعدها برضو بص هنا يا كريم الزيادة العددية ان فيه تلاتة جوه جوه منطقة الجزاء اللي يعيب رقم اربعة وعشرين ده اصلا لعيب نص ملعب واحد من الاتليم طوال نص ملعب اللي في النص واللي عليه الدائرة التانية ده الفيرود واللي عليه الدائرة التالتة ده اللي انا بكلمك عليه هو الوينج لفت الناحية التانية اللي بيخش جوه رقم اربعة وعشر اللي هو ستوكر ده الوينج رايت ما دخلش جوه منطقة الجزاء خالص هو كان بيقوم بدوره ان هو بيسحب الرجل عشان يقدر التاني يعمل الباك الباك يقدر يعمل الاوفر ويبقى فيه زيادة العددية للمهاجمين في داخل جوه الثمانتاشر نشوف الحالة اللي بعدها دي الحالة اللي بعدها احنا كنت بكلمها الكريم ان الرجل بيتميز بالترانزيشنز بيتميز بالتحولات ودي هتبقى نقطة فاصلة كبيرة جدا ان مين هيلعب مع مارس الكولر في النادي الاهلي لازم يبقى لعيب نص الملعب او التلاتة اللي قدام لازم يبقى عندهم قوة بدنية كبيرة جدا سرعة في العدو كبيرة جدا جدا لانه هو بيتميز بالترانزيشنز المباراة دي خلص التلاتة سفر كانت في المانيا في ارض فرانكفورت ولكن التلات اهداف هو احرز هدفين من التلات اهداف كان عن طريق ترانزيشنز والكونتر اتاكس هنا نبص هنا نشوف الكورة اتقطعت من عند بازل بازل لابس ابيض طبعا بيحصل هنا ده الفرود بينزل عنده نص الملعب عشان ده اصلا بيبقى مكانه يا كريم لما الطريقة بتحول اربعة خمسة واحد الراجل الفرود بيبقى موجود دايما على خط نص الدايرة اول بقى نشوف الدابل بوس نشوف الصورة اللي بعدها بص يا كريم التلات الوينج رايت والوينج ليفت واللي تحت راس الحربة اللي هو هيبقى راس المسلس بص يا كريم الصورة اللي بعدها الناس كلها ومجرد قطعت الكورة كله ضارب سبرينت في الاتجاه المرمى المعاكس فعلم دي ودي من اكتر الحاجات اللي بتميز مارس الكولر تمام نشوف الصورة اللي بعدها برضو الصورة بعدها بقولك ان امكانية الراجل ان هو يلعب لكذا حد هايل تمام بس ده انزل بتقولي كده انه محتاج قدرة بدنية هايلة من لعيب النبي بص يا كريم الوينج والباك اللي هيلعب مع مارس الكولر هو الله يكون فعونه فعلا الراجل بيتميز بحاجة مهمة جدا هو من اول ديقة في الماتش بدغط ضغط عالي بشكل رهيب جدا 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 ولكن طبعا لما يكون فيه ماتشاط كبيرة او ماتشاط فأفريقيا فيها الزهاب وإياب وضغط الكلام ده كله لما ييجي يلعب الكمباكت نفس الكلام هيتطبق اسلوب في الترانزيشنز وفي نفس الوقت اللعيبة هترجع تطبق الاسوب يعني مفيش حاجة اسمها وينج مش هيدافع مع النادي الاهلي يعني اي وينج موجود في النادي الاهلي في الفترة القادمة ما عندوش ملكة الدفاع او اللي هو يقدر يعمل او يقدر يدافع مع الباك او يعمله الحتة دي هيبقى مشكلة كبيرة جدا وممكن ما لعبش طب مين عندنا احسن اتنين مثلا ممكن يكونوا بيدافعوا في النادي الاهلي هم من العيبة القديمة مش من الصفقات الجديدة هو احسن الشحات على الجانب اليمين وطهر محمد طهر على الجانب الشمال بس امامي يعني او في الهجوم طهر محمد طهر وحسن الشحات مختلفين شوية عن احمد عبدالقادر وعن برونو سافي برونو سافي واحمد عبدالقادر يتميزوا بشكل كبير جدا ان هم عندهم بروفايل مختلف في حتة ان هو دريبل واحد على واحد يقدر يعدي في مساحة صغيرة مش محتاج سرعة او مش محتاج ان هو يقدر يزوء الكرة ويجري هو عنده بروفايل مختلف ان هو بيقدر يزوء على الجوة برونو سافيو هو اكتر لعيب ممكن يتناسب مع افكار مارس الكولر خصوصا فيه الناحية اللي بقولك عليها ان هو بياخد وبيقات انسايد وبيقدر بيشوف بس انت بتقولي برونو سافيو اه انا ليسه مشوفتش برونو سافيو بقى في الملعب بس انا اقول لك بقى من اللعيب على انت شرحته على انت شرحته مش التصوري على انت شرحته ده كله عشان هو فعلا الانبالب الجنة من الانبالب معاجب بي جدا طاهر محمد طاهر لو في حالته طاهر هايل هو الجناح اللي بيعرف يضم بشكل كويس جدا اللي جوه هو اللي بيعرف يعمل ترانزيشن كويس اوه من الدفاع وجاب جون في ساندونز كميل جدا لا مش بس عشان الجواء عشان هو كمان طاهر مش الجناح التقريدي اللي بيلعب على الخط طاهر بيعرف يخش الموتية الجزاء ويعرف الش ده لما بيلعب ناحية الشمال لما بيلعب ناحية الشمال بالزبط يعني تقولك حسين الشعات على اليمين وطاهر محمد طاهر على الشمال ايه لا لامان بنتفي عشان طاهر يخش على عديته وجاب جوان في الدول بالعكس انا عندي انا عندي بقى فكرة انا حسين الشحات إن حسين ممكن هو اللي يتعم مع أكولر شوية إنو حسين برضو جناح خط شوية حسين من اللعيبة اللي عندهاش رجل شمال لما يلعب علي مين هو عايز اللعب اللي بعكس رجله عشان يخش تلاقي مثلا برونو هنا أو بيرسي تاو الممكن يبقى ليهم فرصة أكبر كمان بالزبط كده ولكن بيرسي تاو طبعا أنا بيعجبني بيرسي تاو جدا رغم الناس بتهجمه ولكن أنا بيعجبني بيرسي تاو جدا في التلت الهجومي خصوصا جوة التمانتاشر اللي بيعنده قرارات فيها هدوق بشكل كبير جدا ولكن زي ما انتا قلت برضو حسين الشاحات ممكن نتعب بسبب حتة إن حسين الشاحات ما عندوش مهارة التصويب تمام؟ آآ عاوزين نتكلم عن آآ الحالة الدفاعية دهو فيه بس معنا حالة ماشي نشوف الصورة اللي بعدها يلا نجي هايزة عشان كنا برضو نتكلم على موضوع الدبل باص اللي أنا شرحته في أول على البورد هنا ماشي لأ آآ نجيب الحالة اللي بعد دي اللي بعد دي على طول يا جما تمام؟ دي ممكن تكون حالة برضو بنتكلم أنا أنا بقولك إن فيه تلات أهداف من الهدفين اللجوم جايين كانوا الكونتر أتاك وبرضو شيء من اللي بيمايز مارس الكولر إنه هو دايما عنده حتى في الترانزيشن وفي الكونتر أتاك وفيه بيبقى فيه دايما زيادة عددية ده اللي احنا لاحظناه بيبقى عنده زيادة عددية في الدفاع وبيبقى عنده زيادة عددية برضو في الحالة الهجومية يعني نشوف مثلا ده كان الجوني التالب تاعت المباراة دي بي Embassy komple بصورة نشوف سرعة الترانزيشن والتحول وكمل برضو نشوف الصورة اللي بعدها نشوف الصورة والتحول نشوف هنا يا كريم عندك 1, 2, 3 على 1, 2, 3 وهي دة دايما كل سمة مباراة مارس الكولر إنه فيه زيادة عددية في الدفاع وزيادة عددية في الأجوم نشوف بقى الحالة اللي نكونت بتكلم عليها الصورة اللي بعدها اللي هي الحالة اللي منتكلم عنها عن الدفاع وطريق الدفاع مارسل كورا دي كورا كانت يا دوبك في أول المباراة خالص دي كورا كانت لفرانكفورت عاوزك تبص يا كريم على الراجل اللي عمل الأوفر ده شوف الصورة اللي بعدها ده الوينج رايت واللي هناك اللي عليه الدائرة ده الوينج ليفت دي صورة اللي أنا كنت بحكي لك عنها إن أنا بقول لك قد إيه الأجنحة في النادي الأهلي هيبقى عليها عام الهام جدا 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 ولازم بدنيا تبقى قوية جدا لإنه محدش قدر يتحمل طبعا الخي واخد الخط الرايح جاي وهو دي الميزة بتاعت الراجل نشوف الصورة اللي بعدها بص يا كريم الكورا تلعبت أوفر تقطعت من الدفاع الصورة برضو اللي بعدها الكورا بتنزل يا كريم مين هنا اللي بيغطي الصورة كمان اللي بعدها الراجل هنا الوينج ليفت بص واقف على حدود 18 وبيرجع الكورا بدماغه للحارس بتاع بازل هو ده اللي احنا بنتكلم عليه الراجل متميز جدا إنه هو بيعتمد على أطراف وصواف الحالة الهجومية الحاجة الدفاعية الراجل متميز جدا في الترانزيشنز الراجل محتاج لعيبة بدنيا قوية جدا 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 هيمارس نفس الأسلوب شوفنا شوية شبيه لفايلر والشكل للمدرسة السوسرية كلها بتمتاز بالقوة والسرعة والضحط ونتمنى إن شاء الله يعني النادي الأهلي يعود مرة محمود حقيقة تشرفت ونورها وستمتعت جدا بكلامك وأظن إن السادة المشاهدين جميع النادي الأهلي تحديد المهم بفايلاتي يبقوا مستمتعين جدا إن شاء الله بإذن الله ونتمنى لكلها للنجاح ونتمنى طبعا للنادي الأهلي كلها أكيد أكيد ترنجل أجل جميع أحب شوية شكرا جزيزا شكرا كريم